أكد وزير الخارجية سمح شكري حرص مصر على المشاركة الفعالة في كافة أنشطة منظمة التعاون الإسلامي ما يسهم في تعظيم دورها لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم الإسلامي خاصة ظاهرة الإسلام وفوبيا كذلك خلال تصال هتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد اجتماع وزراء خارجية في نواكشوت الشهر المقبل كما ناقش الجانبان أبرز المستجدات الإقليمية والأزمات التي تشهدها العديد من الدول مؤكدين على أهمية مواجهة مثل هذه التحديات التي تستلزم تضافر الجهود من أجل تعزيز أمن واستقرار العالم الإسلامي